موسيقى 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 السلام عليكم هلين فيكم في فيديو جديد واليوم رح نتكلم لكم باختصار عن اللي ابل صوته في المتمر اللي هو One more thing كبداية ابل اعلنت عن اربع اشياء ثلاث اشياء نقدر نشتريهم والرابع موجود فيهم فنتكلم لكم اول حاجة المعالج الجديد حق ابل ابل السنوات اللي راحت كانت متواهقة شوي بالمعالجات لان تنتظر حضرت انتل لتسوي المعالج بعدين تشيلها وتحطها في جهاز وتنحف ابل اللبتوبات وتعرفوا ان ابل كل مرة تنحف اللبتوبات وتتوهق بعدين معالجات انتل فيها حرارة فابل قالت ما تبيدي الشي وتبي تنتقل لستب جديد لستب او لخطوة وتفجر الدنيا ماذا هل سوت معالجات خاصة فيها المعالجات الخاصة فيها حين ان ابل عندها خبرة عشر سنوات في الايفون وخبرة برضو ثمان سنوات تقريبا وسبع سنوات لحق الايباد فابل قالت لماذا اكثر للجهزة اللي عندنا حين مبيعا عليها معالجات خاصة فينا ومعالجات قوية الشركات الثاني مقدون نفسونها لماذا نجلس على انتل ونجعل معالجاتنا انتل ونجلس كل مرة انتل بنبي سيكوريتي زيادة فمعالج انتل ما نستطيع نسوي في شيء لازم نحط شب خارجي لحق بدلا ما ان الماذربورد هذا كبرها مثلا في الجهاز مثلا عندك لابتوب الماذربورد هذا كبرها او لوحة لهم هذا كبرها او لتحت بس بطريات مثل اللابتوبات الموجودة حين لدينا في انتل قالت لماذا نسوي معالج خاص فينا ومعالج مبني على ارم نفس معالجات الايفون والايباد اللي لا يحتاج مراوح واداءها عالي يعني المعالج هذا لو ياخذ مثلا 10 واط يعطيك قوة معالج ثاني موجودة في لابتوبات ابل لازم يحتاج مثلا 60 واط طب 70 واط فليش ما نسوي ذلك كبرها ابل فبدلا من بدربورد ما كانتها الكبر او لوحة الام ابل خلاص صوتها في معالج واحد صغير معالج الايفون يعني تخيل ان الايفون هذا معالجة مبني على ارم هذا الجهة بس انها موجود فيها شلت هذه القطعة طبعا كبرتها شوي لانه اعطت حرية للمعالج المعالج مبني نفس يعني التغنيات اللي موجودة هنا 5 نانومتر برضو لكن في الايفون شوي يحتاج هذا المغدار متابقى ترفع شوي ازيد لانه راح يستهلك بطارية اكثر في الايباد شوي رافعتها اكثر لانه بطارية الايباد اكبر في الماك في لابتوبات رفعتها اكبر واكبر وسوت تغنيات ثانية فيه وحطت اشياء جديدة مبنية بغير لكن سوت فئات جديدة حين في المعالجات فعندنا معالج الايفون حين ما عندنا معالج لحق الماك مبني على الخمسة نانومتر سمت المعالج هناك ام ون ام يمكن مبني على اختصار لحق ماكبوك او ماك ون فالمعالج اللي هناك راح يكون ثماني نواة فيه اربع نواة تشتغل بالاداء العالي واربع نواة تشتغل بالاداء المنخفض مثلا تتصفح ما تسوي الاشياء الخفيفة تشتغل معاك الاربع نواة الخفيفة كده ما يستهلك بطارية فيعطيك انطباع افضل طبعا لو بنشوف هنا يقول لك ان اداء السي بيو بينه وبين الباور او كيف السي بيو كل ما يصير اداء عالي فراح يستهلك بطارية فمغارنة بين الامون هذا المعالج حق ابل وبينه بنجهة الويندوز شو الفرق ان معالجات الانتل تستهلك بطارية كثير علشان تجيلك بريفورمانس عالية واداء عالية حين ابل يعني ما تستهلك شيء في البطارية عشان تعطيك الاداء هذا ايضا لو تاخذ منك 10 واط تعطيك نفس اداء المعالج الويندوز او الابتوبات الويندوز اللي تاخذ كم واط بالقوة برضو الاداء منعروف ان كل واط يأخذ من البطارية او يسحب من البطارية كم يعطيك طاقة او استخدام في الجهاز فحين ثلاث مرات افضل شيء ممتاز فالمعالج نفسه يعطيك 16 مليار ترانزيستور بحجم خمسة نونو متر افضل من قتلكم واسرع جي بيو اسرع معالجة صور مبنية على ارم هذا المعالج اللي هو الاموان نشوفوا قدام شو بتسوي ابل الان طلعت لكم المعالج وشوفتوه كيف في الماكبوك اير كيف موجود في النهاية فوق والباقي كلها بس بطارية فهذه القوة اللي بتسويها ابل الاحين فالماكبوك اير الان اسرع ثلاث مرات تقريبا من الاصدار السابق اللي هو الماكبوك اير اللي موجود الى معالجات انتل فالحين الحلو فيه انك تقدر تعدل صور وتمنتج مقاطع فيدي بشكل افضل من الماكبوك اير اذا كنت تستخدم الماكبوك اير في معالجة الصور او فيديهات الان مع المعالج هذا تقدر تسوي اخراج خفيف في حق الفيديهات تقدر تسوي 4K برضو في حق الفيديهات اخراج بس خفيف مش شغل قوي الجهاز هذا موجود لك لحق الاستخدام المدرسي فتاخذ اللابتوب هذا من بطارية الهائلة الماكبوك اير القديم مرتين اسرع في المعالج نفسه وفي ثلاث مرات اسرع من اي ويندوز موجود في الاجهزة من غير ان تنبل الفئة حقه الماكبوك اير فالان الماكبوك اير اللي نزلتها تقدر تاخذ 8 رام او 16 رام وتقدر تاخذ 256 او 512 او 1 تيرا او 2 تيرا في تيتش اي دي في واي فاي سيكس يوصل لك البطارية الى 18 ساعة استخدام يعني تقدر تاخذ تروح الدوام ترجع من الدوام بقي لك في بطارية هذا الفئة الجديدة اللي راح نوصل لك يدعم لك الان برضو برامج الايفون والايباد اي برنامج عندك في الايفون والايباد يقدر تنزلها على الماك و تستخدمها بسبب ماك بيكسور الجديد فهذا الاشياء طبعا المبرمج لازم يدعم يوافق المبرمج فالمبرمج يدعم البرنامج عند ابل يقدر يشكل الخيار او يطفيه بكيفه لكن اكثر البرامج راح تدعم السكيور الان راح يكون من الجهاز حق ابل في حماية اقوى من ما كانت موجود على الانتل فشي حلو بينها لكم الجرافيكس او معالج رسوميات راح يكون خمس مرات افضل من مك بوك اير الغديم ففي شخص عنده مك بوك اير و قاعد يسوي عليه منتاج فعرف ان هذا خمس مرات افضل اذا كنت تستخدم مك بوك اير مع اني ما انصح لكن الكلام حقي اللي حين اقول لكم على الفئة اللي موجودة عندنا الانتل على المك بوك اير ما ندري على مع الاموان كيف راح يكون المك بوك اير في الاخراج يعني انا بالنسبة لي في اشخاص راح يقدرون يسوي المك بوك اير اخراج لكن ما انصح لكن تقدر بس الجهاز ما في مراوح ترى والمعالج نفسه اصلا موش مبني على مراوح معالج نفسه معالج ايباد معالج اي جهاز فاشقال زي الحلاوة مدري كيف وفيه البيتري الوايد كالر فالجهاز نفسه حجم الشاشة ثلاثة طعش فاسطة ثلاثة ما غيروها ابل والمشين ليرننج فيه تسع مرات افضل من المك بوك اير الغديم الماجيك كيبورد نفس الماجيك كيبورد الغديم طبعا وهو السيزر ما غيرتها ابل ما رجعت لحق الكيبورد القديم اللي هو كل شو يخترب ما ادري شلون لكن في الكيبورد في المك بوك اير في الفوق ازرار الاف فيه اختصارات جديدة موجودة فيه مش موجودة على المك بوك اير الغديم فيه سبوتلايت وفيه الديتكشن وفيه Don't Disturb في نفس الكيبورد فوق محطوط اختصارات جديدة لأن الجهاز الماكبوك إير ما راح يكون فيه Touch Bar الفوق موجود والجهاز يبدأ بقيمته بألف دولار حلو السعر بعدها انتقلت أبا ونزلت الماكب ميني الماكب ميني شن هو جهاز مربع يقدرنا نقول هذا كبر الجهاز تحطه وتركب على الشاشة جهاز يعتبر مكتبي لكن مش صندوق كبير لا الجهاز الماكب ميني نفس المعالج اللي اتكلم لكم قبل شو عنه ونفس الأداء ونفس كل شي فجهاز يعتبر قوي برضو لكن فيه مروحة حتى يعطيك بوست أعلى فالكل يعرف إذا ارتفل الحرارة يقل أداء الجهاز أو المعالج في السرعة وما السرعة القوة فهذا فيه مروحة فأفضل ثلاث مرات أسرع CPU من الماكب ميني القديم ست مرات أسرع في الجرافيكس من الماكب ميني القديم فيه سيكيور فيه قرامج اللي يباد وكل شيء يتنزل عليه برضو و60% أفضل في الاستهلاك البطارية أو استهلاك الطاقة بما أنه لا يوجد بطارية على طول يأخذ بلق من الكهرباء يعتبر مثل الدسكتوب وفيه برضو Thunderbolt والUSB4 طبعا Macbook Air وفيه USB4 موجود فيه فهذا التقنية الجديدة ويوصل لك الرام تقدر تأخذ 8 جيجا رام أو 16 جيجا رام وتقدر تحط فيه 2 تيرا بايت تقدر توصلها للذاكير لأسر تبي تقدر تأخذ 250, 512, 1 تيرا أو 2 تيرا وتقدر تشبكها على شاشة أبل جيدة اللي هو XDR Retina Display 6K فتقدر تشبكها على إذا كنت تشتري الـ 6K اللي بـ 5,000 أو 6,000 فإن تشتري الجهاز هذا اللي بقيمته رح أقول لكم بشواء عنها فهذه الشيء طبعا ومشين ليرننج 15% أفضل في المشين ليرننج من الماك مني القديم في واي فاي 6 في HDMI في جيجابيت إثرنت فهذا الشيء القوي هذا كله الماك مني ويبدأ صار بـ 700 دولار وآخر شيء أبل علنت عنه الماك بوك برو 13 إنش مغيرت حجمة مغيرت شيء 13 إنش نفس الجهاز الثانية يوصل إلى 16 رام يوصل إلى 2 تيرا في واي فاي 6 فيه تاتش آي دي مع التاتش بار موجود يوصل لك بطاريتها إلى 20 ساعة في مروحة برضه فالماك بوك إير ما في مروحة هذا في مروحة الماك بني في مروحة بس مكتبي الماك بوك برو لابتوب وفي مروحة فالكاميرا فيها تحسين حتى الماك بوك إير برضه في تحسين الكاميرا طبعا تسمي عشر من الآن يصور لكن فيه مايكات أفضل برضه في نفس الجهاز في الماك بوك برو مايكات أفضل فإنك تقدر تستخدمها مثلا الفيديوهات أو الدراسة عن بعد الآن تقدر تشقل الكاميرا أفضل ما فيها نويز كثير والمايكات أفضل فما يحتاج تحط لك مثلا سماعة أو شيء تقدر تتكلم بدون ما تحط لك سماعة في السي بيو أفضل من الماك بوك برو القديم مرتين فاصلة ثمان مرات ما يقولونه بالعرابي ما مرة قلتها 2.8 مرات أفضل من الماك بوك برو 13 إنش القديم في الجرافيكس خمس مرات أفضل من الماك بوك برو 13 إنش فالجهاز هذا أنا أقول لكم رح نقدر تسوي إخراج فيه وفيه P3 ويد كالر برضه هذه تغييرات أثير وفيه Thunderbolt والUSB4 برضه فلو نتكلم لكم الفرغات بين الماك بوك برو في الاستخدام الماك بوك برو 13 إنش يوصل السطوع إلى 500 نت أما في الماك بوك بير يوصل 400 نت السماعات أفضل في البرو وجود التتش بار والبرو يجي مع شاحن 61 واط مع أنه ما لك شغل في الواط أو ما لك شغل في الشاحن خلاص الشاحن 61 واط هذاك 30 ونش هذا عادة حسب البطاري يعني حسب الاستخدام فالفرغات هذه هي وفرغات بينهم في السعر 250 دولار بين الماك بوك برو فكبداية الجهاز نفسه فهذه الأشياء كلها قبل صوت حركة حلوة الماك بوك بير القديم في انتل كان يبدأ من 1700 إلى 2000 دولار الماك بوك برو 13 إنش القديم من انتل الآن قبل بما أنه صوت معالجات خاصة فيها فيبدأ الجهاز الآن من 1300 بدل ما يبدأ من 1800 حين من 1300 يوصل إلى 1500 أول كان يوصل 2000 ففي 500 دولار يجب أن أشوفوا الكم من القيمة يعني لو أنك تسوي أعلى شيء فأبل هنا رخصت أسعار لابتوبات حقتها الجهاز بدأ بيع الآن تقدر تشتري أي وقت بيوصل لحق الكل على أسبوع القادم هذا كل شيء وهذا كل الشيء وهذا كل الشيء اللي سوتها أبل أنا بالنسب لي أنصح أي طالبة حين الماكبوك إير يشتري على طول بدون ما يفكر أنصح شخص يشتري لحق يوتيوب تصفح مشاهدة أفلام الأشياء كلها أخذ لك الماكبوك إير وانت مرتاح وأنصح أي شخص يبيش تسوي أيدي تنك شوي يمكن يشتغل على 1080 4K أحيانا يخذ الماكبوك برو 13 إنش في فرل بالنسب لي أنا خاف أن الماكبوك برو 13 إنش الآن يغالب الماكبوك برو 16 إنش اللي موجود عندنا الآن اللي هو على معالجات إنتر يمكن يغالب الـ i7 لكن ننتظر نشوف ليش قبل ما نزلت الماكبوك برو 16 إنش الآن بسبب واحد بالنسبة لي أتوقع أن قبل الآن ما سوت معالج رسوميات خاص فيها من فصل لأن حين اللي تكلمنا عن معالج رسوميات والجي بيو إنه ثمانية وسباعي هذا كله السيستم ونشيب في نفس السيستم أو في نفس الشيب بنفسها في نفس القطعة فقبل ما توقع مكبوك برو 16 إنش لازم تسوي له جي بيو خاص فيه يكون منفصل لأن الآن الجي بيو اللي موجود عندنا أو المكبوك برو 16 إنش الآن فيه جي بيو منفصل فلازم قبل نشوف شب تسوي قدام ممكن السنة القادمة تنزل جي بيو خاص فيها وتحطها في اللابتوب ممكن تنزل آي مارك بعليا وغيرا فهذا كله وهذا المؤتمر كله ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشترك في الغناة واشترك في حسابي وسناب شات اشترك في ضبطكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم